مرحبا فيكم حبايبي برج الميزان. شو مخبيلنا؟ هاي القراءة رح تكون لأهم الأمور أو التوقعات أو التحذيرات. ان شاء الله يكون شهر حلو. شايفيتك يا ميزان لسه عايش شوي في طاقة الماضي. ما عم تنسى. خلينا نشوف هلأ شو اللي ما عم تنسى. نسحب كروت كنتيجة أو كخلاصة للموضوع. للقراءة. عشان ما ننسى خلينا نقول الطاقات اللي رح تتعامل معها أكتر إشي هذا الشهر أو الطاقات اللي موجودة في الأوراق. هوائية نارية. أكتر إشي. كمان مائية. هدول أكتر طاقات ظاهرة عندي. بيّن يا مرج الميزان في منكم إما طلق أو على يعني على خطوة صغيرة من الطلاق أو ماخدين آآ هذا القرار آآ شايفة في عندكم شي مات شي انتهى وشي جديد آآ بلش. فشايفيتك مبعد عن شخص معين عن وضع آآ معين ولكن في علاقة ثالثة شايفيتك عم بتقارن أو الطرف الآخر عم بيقارن. آآ عم بتكون آآ يعني خلينا نقول عم بتكون كتير محتار بين شخصين أو بين آآ أمرين. رح تاخد آآ قرارك آآ ناحية آآ الشريك. شايف الشريك كمان آآ كتير زعلان. يعني انتو التنين مزعلين بعض خيرات الله. كتير عم بشوف زعل وكتير عم بشوف آآ تراكمات آآ بناتكم. آآ لكن شايف في في نهاية الشهر ممكن يكون من من ثالث اسبوع لنهاية الشهر شايف في مبادرة من احد الطرفين. في مصالحة آآ في يعني في بوادر خير لهذا الموضوع. مع انك حاولت انه تستشفي. شايفيتك يا برج الميزان آآ يمكن الطرف الاخر هو اللي غلط فيك ما بعرف. لانه انت مبين آآ كتير مجروح وكتير زعلان. او انتو التنين يعني آآ زعلتوا بعض. آآ آآ فا وشايفيتك عم تحاول تستشفي من هذا الموضوع. عم تحاول تطلع هذا الشخص من آآ راسك او من حياتك. آآ ولكن انا شايف في رجعة بيناتكم. في آآ مبادرة وفي يعني اشياء حلوة بيناتكم. آآ لسه ما نسيتوها. شايفيتها انها رح تتجدد آآ هاي الفترة. شايفيتك. حبيبي الميزان شايفيتك آآ عم تحمل حمول كبيرة. في آآ كتير عليك مسؤوليات آآ ممكن مادية. آآ عم بشوف يعني كل اشي محطوط على راسك انت. يعني ازا كنت آآ متزوج فا اكتر اكتر الحمل بيكون عليك مش على الطرف التاني. انا شايفيتك حامل حمول كتير كبيرة. آآ فا يعني هاي هاي الامور آآ كلياتها رح شوي شوي آآ تخف. آآ هون في طاقة جميلة جدا يعني خاصة طاقة روحانية بينك وبين الحبيب. آآ ممكن انكم تتشاركوا هاي المشاكل او هاي المسؤوليات مع بعض. آآ شايفة انه الشريك بيفكر فيك بطريقة كتير حلوة. عم ياخد عنك آآ اخبار او عم بيسأل عنك عم براقبك آآ من آآ بعيد ولكن انت هاي الفترة مسكر قلبك. مش حابب ابدا انك آآ يعني آآ وكأنك زعلاني كتير او آآ ما بعرف. لانه هون في عندي طرف آآ تالت عم عم بيحاول انه اما اما انه هادا اللقاء ما يصير او هاي العلاقة ما تستمر آآ او انه فعلا عم بيعمل اعمال مش منيحة. آآ اعمال اللي احنا بنعرفها لانه هدول كرتين مع بعض آآ يعني اعمال. يعني ما بحب هاي الكروت بس بتظلها تطلع لي. آآ كمان بزيدك من الشعر بيت. كمان انت محسود يعني مش بس آآ فحاول انك تطلع من هاي. او انا عم بشوفك انه عم تستشفي يعني انا عم بشوفك عم فعلا آآ بتحاول تتخلص من هاي الامور. آآ للمتزوجين عم بشوف شوية تباعد آآ بناتكم. في شوية شك. في طرف عم بشك بالطرف الآخر آآ بعلاقة ثلاثية. ولكن هذا الموضوع ما رح يستمر آآ كتير. آآ رح تصفى شوية العلاقات بس بدها آآ شوية وقت يا برج الميزان. آآ بدك شوية وقت آآ تصبر سبتمبر على آآ الشريك. بالنسبة للعمل شايفي فرصة حلوة كتير. بالنسبة للي بيشتغلوا واللي ما بيشتغلوا. في فرصة رح تطرق بابك آآ يعني ما كنت مخطط لها. انت كنت عم تبحث عن عمل تاني او مقدم لشغل. ولكن هذا الشغل رح يجيك فجأة آآ مش متوقع. وعلى فكرة في يعني في اموال او في فلوس حلوة كتير من هذا آآ الشغل. في ناس عم بيفكروا يفتحوا مشروع جديد. فهذا وقت كتير مناسب لهذا المشروع. انا عم بشوفه كتير آآ يعني آآ عم بمشي لا لا اتجاه حلو. آآ او انه ترقية للناس اللي عم بستنوا آآ ترقية. لانه عم بشوف اموال فهي من الترقية شكلها. من الترقية آآ في العمل. للعزاب آآ في احتمال انه آآ يعني تعرفوا على شخص جديد. ما كانوا يعرفوا قبل. آآ هذا الشخص آآ رح يكون مش عارفه. اما انه انت عم تحكي معاه على الانترنت او لانه شايفيته في في اختلاف كبير بينك وبينه. اما بالعمر او ب بموضوع معين. آآ هذا آآ مادياته كتير آآ ممتازة. آآ بيحب الحب يعني رومانسي شوي. خلينا نقول رومانسي. وبنفس الوقت بيفكر بعقله وقلبه. فشخص مناسب جدا لو تعرفت عليه بالاسبوع الثاني آآ او الاسبوع الثالث اعرفوا انه هذا شخص آآ مناسب. انا بحكي للعزاب آآ متصلقين ارامل اللي ما عندهم آآ شريك في حياتهم وعم يستنوا آآ نصفهم الآخر. بس شايف منك آآ برج الميزان شايف منك شوية يأس تشاؤم آآ طاقة آآ زعل. فحاول انك تطلع من هذا الموضوع بقى قرب وقت ممكن لانه آآ الورق يعني مليان بشاير. انا بعرف انك بتعاني خاصة من الطاقات السلبية خاصة من الحسد وهدول الشغلات فيعني بس عم بشوف الاستشفاء عم بتم على خير. يعني انت بالطريق الصحيح فكمل الاستشفاء. شوف ازا فيه تحذيرات لهذا آآ الشهر لبرج الميزان. آآ تحذيرات آآ بيقول لك انه يعني وكأنه بحكي لك الكرت انه انه انت شوية مبعد روحانيا عن ربنا او عن روحانياتك. فارجع للقرآن. ارجع لصلواتك لدعواتك. ارجع زي ما كنت. لانه انت بالاساس شخص روحاني جدا. يعني شو فيه احلى من هيك روحانيات. انت شخص كتير كتير روحاني. هدول كرتين مع بعض يعني انت على تواصل روحاني كبير جدا. آآ فخليك آآ يعني زي ما انت ازا كنت على روحانيات عالية واذا لا آآ او خفت شوي آآ بلش ارجع زي ما كنت. آآ عم بشوفك آآ فيه تحذير آخر انه فيه اصدقاء فيه اشخاص عم بيكنولك الشر عم بيوصلولك اخبار وهي الاخبار عم بتكون غلط. آآ عم حكينا عن الحسد قبل شوي فهدول الاشخاص آآ طالع من عندهم حسد بالنسبة لالك. فدير بالك حبيبي. خلينا نشوف كوية العقل الباطن كرت لالك وكرت للشريك آآ للي عنده الشريك. بالنسبة لك آآ بالنسبة لك آآ بعقلك الباطن عم بتفكر وكأنه العلاقة خلص ماتت. العلاقة خلص بطل فيها اي امل آآ وكأنها هيك العظمي خلص آآ يعني آآ شخص يعني مات وشي بعموت. هيك انت عم بتفكر بالعلاقة. او عندك هواجس من هذا النوع. هذا بالنسبة لك. بالنسبة للشريك على العكس تماما. الشريك شوف آآ في لفة معينة في آآ ولكن هاي اللفة يعني او بطريق نحو الارتباط. طريق نحو الخلينا نقول التطور في العلاقة. يعني رح يصير فيه تطور بالعلاقة. هو عم بيفكر ماليا عم بيفكر كتير. وانت عم بتفكر كمان بالارتباط آآ من هذا الشخص. فعقله الباطن وعقلك الباطن تقريبا عم بيفكره بنفس الطريقة ولكن انت شوي اكتر سلبية. آآ آآ الشريك عنده امل اكبر في هاي العلاقة. طيب نشوف بالنسبة للمصائح. الله اكبر عم بقدم. بقولك انه انا اسفة بس بقولك انت كتير هاي الفترة كتير قاسي. عم بتكون كتير قاسي على على اللي حواليك او على الشريك. آآ يعني وكأنها آآ افكارك عم بتكون كتير كتير. آآ كتير آآ آآ احكامك قاسية شوي. يمكن انا ما بلومك. يمكن من كتير ما آآ عشت صدمات. آآ صار احكامك قاسية أو انت صرت قاسي قلبك مش زي زمان قلبك شوي صار اقسى من زمان يعني مرجي الميزان طيب ولكن اه بقول لك هاي الفترة انت عم يعني كانوا بحذرك بحكي لك انت عم بتكون قاسي كتير هاي الفترة على الشريك فشوي يعني هون بحكي لك اختار الحب بقولك انه اختار الحب لانه الحب هو الوحيد اللي رح يطلعك من اللي انت فيه او رح يجيب لك الخير فعلا طاقة الحب في الحياة مو شرط حب لشخص معين او لشريك لا للاصدقاء حب حتى الاشياء الحب بشكل عام بيولد طاقة ايجابية عند الشخص وبيقولك كمان حب نفسك يعني اختار الحب بكل اشكاله لحتى يساعدك انك يعني تتعدى او يعني تمشي في التحديات اللي انت عم بتمر فيها فبقولك بالحب بتقدر انك تتخطى هاي الامور لا بالانتقام ولا بالافكار يعني القاسية ولا بهاي الامور كلها لا كون كما عهدناك يعني هذا الكرت شي يعني رح تعيشوا يعني لحظات رومانسية كتير حتى اللي ما عندش شريك ممكن الفترة الجاي تكون فترة رومانسية كتير فيها هدايا فيها ورد فيها يعني كرت كتير حلو بالنسبة للعاطفة عاطفة بقولك انت من الناس اللي عندهم حاس السادسة او قلتلك انت روحاني شخص روحاني فبيقولك هون انه خلي الحاس السادسة او خلي احساسك هو اللي يقودك مش دايما تشغل يعني كلهاتنا بنعرف برج الميزان عامل بلانس بحياته بيفكر بعقله احيانا اكتر من قلبه يعني بيوزن الامور فبيقولك اعتمد على حاسيتك السادسة اكتر بيقولك كمان بيقولك انه الدموع شغلة حلوة ممكن انك تعيط ليش ما تعيط هذا ما بعرف الكرت طلع قبل هيك بيقولك انه البكاء شغلة مش سيئة بالعكس البكاء بيطلع منك طاقات سلبية وبيطلع منك ذبذبات سلبية ممكن تضرك فهو بيكون مثل الهيلر الى السول تبعك بيكون اه مثل نوع من الاستشفاء او انك تطلع من الحال اللي انت فيها فالبكاء شغلة مش سيئة هذا طلع اه مقلوب اه ستاب بورت وكأنه بيحكي لك انه بالفترة الجاي رح تكون معتمد على نفسك اكتر يا برج الميزان خاصة في العمل اه رح تفتقد شوي لانه يكون في عندك اه سب بورت او اه دعم فا يعني اه رح تقوم في معظم الاشياء او في اه اغلب الاشياء رح تكون انت لوحدك ولكن انا شايفيته انه برج الميزان ادها اه الميزان من اد كالابراج وممكن انه يعني يحقق كتير نتائج بفترات اه قصيرة في عندهم اه دكاء ما شاء الله اه بيقولك ما تشطت حالك اختار هدف هدف اختار قول قول اه لحتى انك اه تعملهم بيقولك انه طاقتك اه عم بتروح اه ناحية اه كتير افكار وعم بتشتت حالك باكتر من فكرة بدك تنفذ اكتر من فكرة في نفس الوقت بيقولك اه بيقولك اه بيقولك اه بيقولك انه ركز اكتر على موضوع معين كل فترة يعني اه ما ما تضيح حالك باكتر من شغلة في اكتر من اه يعني في في الوقت نفسه فبس بيقولك اه الانجلز اه هلبي يو يعني عم بتساعدك في كل الامور اه ولكن انت اعمل فوكس على شي معين اه ما تكون متسرع وبدك تعمل شغلات كتير او تشطت انتباهك لاكتر من شغلة اه بهاي الفترة خد الامور شوي شوي بتأني اه هون بيقولك انه انتظر بقولك ازا ما زبط معاك اه موضوع فما تي اس في قدامك كتير اوبشنز كتير اه اه فرص كتير افكار اه فاذا كان فيه يعني شيء او اه ما عم يزبط ففي اه يعني اوبشنز كتير بقولك ما تزعل اه اه يعني برضو الانجلز رح تكون اه يعني قايد ديو رح تترشدك ورح تكون معاك ورح اه تحاول انها تريحك وهذا كله يعني بسبب الروحانيات اللي انت فيها شايفي روحانياتك حلوة لبرج الميزان اه بيقولك هون انه يعني لازم شوي تعمل رفرش لروحك انت اليك فترة عم بتعيش بالماضي عم بتعيش في اه على الاطلال خلينا نقول عم بتفكر بامور سابقة او مواضيع ما كنت اه عم تحصل عليها عم تطلع عليها بطريقة اه كتير متشائمة فبيقولك لا انه يعني اعمل رفرشنج لروحك اه اطلع انزل اعمل اه شغلات كتيرة لانه اه شغلة بس يعني بتروح وبتيجي مكانها اه شغلة احلى فما ما نكون يعني مركزين بس على الشغلات اللي احنا ما بنملكها اه هون شايتك هاي الفترة حبيبي الميزان راح يكون في عندك اه اه شوي وفرة مالية وهاي الوفرة راح اكتر شي تصرف على اللبس والخلينا نقول مجوهرات او اه الشغلات يعني البذخ اللي راح تعيش اه فترة انه اه تصرف على كتير على على المظهر على اه على هاي الامور فبيقولك انه شوي شوي يعني ما تزيدها او تكترها انت اساسا بيقولك انت اساسا جذاب بدون هاي الشغلات كلها طبعا مو غلط انه يعني نفكر بهاي الطريقة بانه نغير نفسيتنا وكذا وشايفة للبعض عم يعملوا عملية تجميل وعم بتنشي على خير شغلة حلوة يعني عم بتزيد لهم اه طاقتهم الايجابية والثقة بالنفس هلأ بترككم تسألوا سؤال اه عشان نجاوب عليه بنعم او لا تضمروا على شي معين اه خلينا نشوف انه راح يتم ولا ما راح يتم فخلينا نشوف شو هو السؤال والاجابة نعم او لا راح تكون اذا نعم بنشوف لها توقيت معين او بنحاول بشكل تقريبي نعرف التوقيت واذا لا يعني انت وحذك لا شايفة انه هاي الشغلة راح تتير ولكن يا برج الميزان راح تتير على اه فترات بطيئة على خطوات بطيئة ما راح تتير مرة واحدة هاي الشغلة اه في شوية عوائق راح شوي شوي هاي تزول وتتحقق هاي الشغلة اذا نعم راح تتحقق